لكن خلينا نروح لدعين لوفرين طبعا صديق مقرب جدا من صلاح في فترة لعبه في ليفر بول واتكلم الحقيقة بعد ما نجحت كرواتيا في أنها توصل لدولة 8 بعد طبعا مباراة صحبة جدا قدام اليابان اللي فراتت لحقيقة فرصة ذهبية لكن كلم على محمد صلاح وأنه بعد فوز كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح في دولة 16 يمكن كان مباراة انتهت طبعا بالتعادل اللي ما تبعهاش يعني المتخب الياباني عمل جيم كويس جدا جدا وارهق الحقيقة كرواتيا بشكل كبير ونجح في أنه هو يتقدم وتعدد مع كرواتيا بعد كده واحد واحد لكن انتهت المباراة بعد الأشواط الإضافية بلتيجة بضربات الترجيح لصالح الفريق الكرواتي طبعا لوكا مودريتش كوفازيتش كراماريتش يعني الحقيقة يمكن منتخب ما تنساش برضو أن كرواتيا وصيف النسخة قبل الأخيرة من بطولة كاس العالم وعندها مباراة صعبة جدا مع المنتخب البرازيلي اللي من وجهت نظري المرشح لغاية اللحظة هو المرشح لأول فرقة محترمة جدا 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 من البطولة فعنده سكواد محترم فرقة فيقة الكرة الجماعية في عالم مستوياتها الحالة الفردية لمعظم عناصرها في عالم مستوياتها فتراهن لو أن كاس العالم ما بيحتملش رهان ولا توقعات بس أنا شايف أنه أكتر فريق جاهز لحصد اللقب هو المنتخب البرازيلي بعد ماتش مبارح لوفرين قال أنه بعد انتهاء المباراة كتب بعض النجوم في كرواتيا أنه كرواتيا كتبت تتأهل بالطريقة دي عن طريق رقلات الترجيح وقال إحنا يعني على لسان لوفرين بيقول إحنا محتاجين أن إحنا معاني إحنا نتعب شوية لكن من غير معاناة مفيش مكافأ وقال أنه المنتخب الكرواتي أظهر للعالم كله أنه واحد من أفضل المنتخبات اللي بتشارك في البطولة وتأهل بالفعل لدور الثمانية وأنه وصولهم للنسخة الأخيرة نهاية النسخة الأخيرة قدام فرنسا ما كانش مجرد صفة أو ضربة حظ وقال طبعا وهنا جاب بقى سيرة أبو صلاح قال أنه محمد صلاح اللي قال لي آه أنتوا تعهلتم برقلاتك الترجيح يعني لكن هو شايف طبعا من وجهة نازل لوفرين أنه الموضوع ما فيهوش حظ وأنه وانا الحقيقة ما بشوفش حظ دايما شوف أنه التوفيق بييجي دايما للمجتهد طبعا ليفيوكوفيتش حارس مار مع المتاحب الكرواتي هو السبب الرئيسي في تأهل نجح فيه التصدي لثلاث ضربات ترجيح وبالتالي فازت كرواتي على اليابان